بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في فيديو جديد وصغير وقصير جدا عن تجييز وخطوات ضغط ملف جودة مقرر دراسي وتسليمه عن طريق الوقت طبعا من اعمال الجودة يعني مع حضراتكم علاء السعيد استاذ دكتور علم التخالف بجامعة الاسكندرية ومعارح حاليا الى جامعة القصير لو انتقلنا للشكل ده اي حد من حضراتكم بيفتح الفولدر المجلد اللي فيه المقررات اللي هو هيتعامل معه وبيختار تعامل معه او عايز يرسله ويضغطه في صورة مضبوطة بالشكل ده زي ما هو واضح هنا كده اهو حتى نختار الليزر اهو بالمنزر ده كده الخطوة التانية انه هو ده اختيار ملف الجودة خلاص تم اختياره حيبتدي يعمل ايه بالزرار الينين للموس للفقرة بيضغط يعني بقى واقف هنا بيضغط بالشكل زي ما عملت مثلا كده وبتطلع قائمة القائمة دي بيكون فيها بعض البرامج البرامج دي اللي هي بتحمله على الجهاز وبالتالي شكل البرامج واسماءها هيختلف من كمبيوتر لاخر يبقى كل واحد من حضراتكم يبقى عارف الكلام ده اشهر برامج للتحويل اللي هي برامج اللي انا بنزلها عندي دي اللي هي بي زب او سيفن زب او الوين زب او الوين رار ايا كان طبعا برامج معروفة يعني فبيكون البرامج عندنا بالشكل ده كده انا هختاره هتعمل مع البرامج اللي عندي فلما بنتقل كده اول برنامج اللي هو بي زب ودي كلها برامج مجانية بالمناسبة يعني بعدما ضغطت بالزرار بزر الموس الايمن وطلعتلي القائمة اختارت البرنامج بقى فيها عندي اختيارات بختار واحد من الاثنين دول اللي هو اكستنشن او الامتلات بتاعه بيكون سيفن زب ولا زب يعني ده اكثر شيوعا خلاص بختاره بالشكل ده كده بيتم تحويله ده خطوات التحويل الاثنين وخمسة الى اخره وبينزل عندي في الملف المضغوط بيكون تم تحويل ده البرنامج الاولين اللي هو بي زب البرنامج التالي اللي هو سيفن زب بيكون عندي اختيارين نفس الشيء بختار واحد منهم وغالبا ده اكثر شيوعا وبرضه بيتم التحويل بتاعه والضغط عشان يتم يتحول الى برنامج ملف مضغوط طبعا ساعتها هيبقى ملف مش هيبقى فولدر بقى هو فولدر مضغوط بس هتعمل معه كوحدة واحدة البرنامج التالي اللي هو الوين رار وده برضو برنامج مجاني بالشكل ده بيكون نختارها فيه اختيارات كتيرة ده الاختيارات اللي احنا بنختاره المهم في النهاية خلاص وديه خطوات بتاعت الضغط بتاعه في النهاية خالص بيتحول المجلج عندي اللي انا رسمه ده الى شكل مضغوط اصبح معه وحدة واحدة احضر اشيره زي ما هو واتعامل معه في نفس الوقت بنفتح الواتس على الكمبيوتر وطبعا ده كان في فيديو سابق وكلنا بنعاف نعملها خلاص فيبتدي يحصل ايه يبتدي يحصل ان الملف ده بشده باع بشده يعني ايه بقم جاي واخده بزرار الماوس الايسا وقم جاي شده في الواتس عند الشخص اللي هو المفروض ان هو ايه حيستلم مني الملف اهو بيروح بالشكل ده بيبخفيف بالشكل ده كده اول ما بيروح في المكان ده كده وروح هنا قفلت زر ايه الفقرة فييطلع عندي بالمنزل ده كده اهو في الحالة دي لو انا عايز اضيف ملف تاني او اي حاجة تانية بس هو حاجة واحدة في المرة واحدة كافية جدا عشان يتبعد بسهولة واعمل ايه وامجي ضغط على ملف ايه ضغط ارسال اه تم ارسال اه الملف يبقى اذا اول ما تحطي هنا خلاص بيكون راح للشخص اللي انا عايز او كده وبيستلمه وهو يقدر بقى ينزله فين على الكمبيوتر ويتعامل معاه الى اخر ده كان الشرح باختصار بسيط جدا ارجو انه يكون كان واضح للجميع ان كنتوا احسدتوا في من الله وان كنتوا اخطأت او نفسيتوا شيئا فمن نفسي نرجو المعذرة اذا كان فيه اي تقصير او حاجة يعني وبالتوفيق للجميع ان شاء الله وحاضر لاي سؤال شكرا جزيلا وانا رأيكم على اخير وكل عام وحاضركم بخير واسألكم الدعاء في العشر الاواخر بتوع رمضان سلام عليكم